فهذه السيدة وزوجات الإرهابيين كان يجيبوا سلك ويخيطوا طم السباية عشان صرخوا تخيل هذه الأم اللي في يوم الأيام أم حنون زوجة فتاة الله خلقها ملياء عشان تعيش أم حنون بتمسك سلك معدني عشان تخيط طم فقالت أنا قديلي خمس سنين مش بنام كنت في أحد الدول اللي عانت المر من الإرهاب الديني وبعد ما انتهى تم القضاء على الإرهاب بحرب قاسية تم القضاء عليه ظاهريا لكنه حقيقة النفوس في مرار عنيف الدولة عملت مصالحات دولة أخرى غير حضرتك زكرتها بس بعد ما عملت مصالحات الناس في مرار في مرار فليا صديقة بتخدم في أحد المناطق مع زوجات الإرهابين زوجات الإرهابين فبدأت تكلمهم عن السلام الداخلي الذي يصنعه المسيح وبتحكي معهم بتستخدم محاضرة عن الترومة إن كلنا أصابتنا صدمة هائلة داخلية سببت لنا ألم بشع لابد أن نقر بألمنا دي قدام الله وأنا بشجع كل إخواتي اللي ممكن يسمعوني في كل العالم من كل الخلفيات إذا كنت في هذه المرار الداخلي تعال قدام الله بهذا المرار الداخلي فقالت كنت بشجحهم إزاي اللي بيعرف يرسم بخليه يرسم اللي بيعرف يكتب بقوله لابد نحن نقر بهذا الألم الداخلي اكتب أو مش عارف تكتب ارسم مش عارف ترسم أو تكتب شخبط قملة الورقة كده يعني تعالف كلمة شخبط في المصر مش كده أيها فقال جت واحدة ست ملت الورقة شخبيط وهي داكية ومشت بعد كده رجعت لي تاني يوم بتقول لي مين هو إلهك فقالت لها حكي للقصة يا أخي نظر فقالت لها أنا جوزي كان بيجيب السبايا هو بقية الإرهابيين ويختصبوهم بيحصل في كل حروب القذرة وبعد ما يختصبوهم يعلقوهم في السقف بحبال يعذبوهم بيحدث لكن اللي سمعتوا في القصة دي يا أخي نظر يعني أنا أنا صدمت قلت لي السبايا بيصرخوا فهذه السيدة وزوجات الإرهابيين كان يجيبوا سلك ويخيطوا تم السبايا عشان صرخوا تخيل هذه الأم اللي في يوم الأيام أم حنون زوجة فتاة الله خلقها ملياء عشان تعيش أم حنون بتمسك سلك معداني عشان تخيط تم فقالت أنا أدي لي خمس سنين مش بنام صور وصوراخ السبايا يملأ أذني ويملأ عيني لم أعرف النوم إلا أمس لما بدت أقر بألامي قدام الله ونالت السلام اشتركوا في القناة